نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافا صلة الضوء من خلالي على تحول مصر لمحور للربط الكهربائي بين القراء وذلك بعد مرور سبع سنوات على بدء النهوض بقطاع الكهرباء والطاقة أوضح التقرير أن العجز في الكهرباء تحول إلى فائد يسمح بالتصدير بفضل المشروعات الكبرى لافتا إلى وصول قيمة الاستثمارات في هذا المجال في مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2021 أظهر التقرير أنه تم إضافة نحو 30 ألف ميجاوات بقدرات كهربائية بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية ليصل بذلك فائد القهرباء في يونيو من عام 2020 إلى 13 ألف ميجاوات